رفض مدرب المنتخب المصري البرتغالي روي فيتوريا مواجهة المنتخب الجزائري ودياً منتصف شهر أكتوبر القادم في قطر مثل ما أعلن عنه في وقت سابق من قبل العديد من الصحف والمواقع الرياضية العالمية استناداً إلى الطلب الذي تلقاه الاتحاد المصري من قبل أحد الشركات لتنظيم مباراة ودية في عاصمة قطر الدوحة بين منتخب الخضر والفراعنة في إطار تحضيرات منتخبي البلدين لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة مطلع العام المقبل في كودفوار وقالت صحيفة اليوم السابع إن قرار رفض التقن البرتغالي مواجهة أشبال بالماضي جاء من منطلق عدم جدوى اللقاء من الناحية الفنية قبل أن يؤكد أن لاعبيه لن يستفيد من المباراة لا فنيا ولا بدنيا علماً أن مدرب مصر البرتغالي كان قد طلب من القائمين على شؤون الكرة في مصر ضرورة البحث عن وديتين خلال شهر أكتوبر المقبل استعداداً لتصفيات كأس العالم 2026 ويكون المدرب البرتغالي قد خشي ملاقات الخضر ودياً في الفترة المقبلة بالنظر إلى تخوفه من تلقي هزيمة قاسية قبل شهرين من انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا في كودفوار خصوصاً وأن في طوريا الذي عين نهاية شهر جويليا من العام المنقضي كان قد ضمن توجد زملاء محمد صلاح في المحفل الكروي القاري المقبل الذي يتطلب تحضيرات خاصة بالنظر إلى عديد العوامل الفنية منها وحتى المناخية والخسارة من الجزائر في هذا الضرف ستكون ضربة موجعة بالنسبة له خصوصاً أن اللقاء ورغم طابعه الودي يكتسي خاصية الندية والتنافس بين المنتخبين مما يعني أن التقاليد القروية بين منتخبي البلدين جعلت في طوريا يطوي صفحة مواجهة الجزائر ويرد سلبياً للاتحاد المصري للكرة وجدير بالذكر أن ذات الصحيفة الإعلامية كانت قد رحبت قبل ثلاثة أيام بالمباراة الودية الأخوية بين مصر والجزائر في قطر بتاريخ السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل مؤكدة في ذات الوقت موافقة المنتخب الجزائري على خوض المباراة غير أنها اعتبرت أن الرد الأخير والرسمي سيكون من قبل